اهلا بكم مشاهدينا اينما كنتم الى حوار جديد عبر الشرقية نيوز نتساءل كم تحركت الارض بعد زلزال شرق المتوسط في ظل الانباء المتضاربة من قبل الجيولوجيين والعلماء وما مدى تأثير تحرك الارض على البلدان المجاورة الى تركيا سيما العراق وسوريا التي تأثرت تأثيرا كبيرا جراء هذا الزلزال سنناقش الكثير من الملفاسية ما بعد تصاعد اعداد ونسب الضحايا جراء هذا الحادث او هذه الكارثة الطبيعية ابقوا معنا السفائح التكتونية المكونة الى قسرة الارض كم تحركت في ظل تضارب وتباين المعلومات حول ذلك بينما انذهب الى طرح وحدد ثلاثة امتار تحركت الارض في تركيا وبين مفند لتلك النسب نتساءل هنا في ستوديو حوار ليجيبنا السيد حمزة رمضان او رمضان حمزة الخبير في الجيولوجيا والمياه هلا وسهلا بحضرتك اهلا بك اهلا بك استاذنا بالبداية ما مدى دقت المعلومات حول تحرك الارض كم تحركت امتارا ام مليمترات الارض تتحرك مليمترات وايزا من المليمتر اما مسألة الامتار فهي مبالغ بيها وهي احد مساوى وسائل التواصل الاجتماعي يعني من هب ودب ياخذ فيديو قديم نعم ويعلق عليه وكأنه هو عالم او كأنه مختص فثير الرعب بين الناس لو تحركت تركيا بثلاثة امتار لا تحركت كل الدنيا كل الدنيا تتحرك نعم وهي جزء احنا جزء على صفيحة هذه الصفيحة ستدفع بصفيحة اخرى ونواجهنا المحيطات والبحار ستصنامي يعني ستصبح فوضى عالمية هي ثلاثة امتار لا نستطيع أن نقول هي علامات القيامة يعني ينتهي العالم ثلاثة امتار لا يمكن أن يصبح تحرك يصير كسر في صحراء على ذكر القيامة أستاذنا هناك من تحدث وأطلق تسمية هذا الزلزال أطلق عليه تسمية القيامة لشدته لما تسبب من أضرار ولعدد الضحايا نحن نتحدث الآن ونتحاور وأعداد الضحايا في تزايد سيما عمليات الإنقاذ تحتاج إلى جهد مكثف نحن نتحدث عن أكثر من مئة ألف قتيل وجريح جراء هذا الزلزال في البلدين في تركيا وسوريا عظيم ما ذكرت موضوع أنه لو كان أمتار لقامة الساعة لكن حدثني اليوم عن المليمترات مثلا هل هي أمر بسيط لا يفضي أخيرا إلى كوارث أو إلى هزات ارتدادية أخرى؟ القشرة الأرضية مقسمة إلى نوعين من القشرة المحيطية التي هي إذا الاختصاصي يرون جبال أطول ارتفاعا وأكثر ارتفاعا من جبال هملايا موجودة تحت المحيطات هذه هي من القشرة المحيطية لنتعامل نحن كبشر على القشرة الأرضية والقشرة الأرضية العلماء الجيولوجيا قسموها وصوروا لها نظرية البليت تكتونيك التي هي الأرض مقسمة إلى سبعة بليتات رئيسية وأربعة ثانوية هي في حركة مستمرة نوع الحركة إما تصادم مباشر أو يكون واحد تحت واحد يعني يكون يعني بعكس يعني وحدة تكون واحد الصفايح تحت الأخرى وهذا نوع الحركة يأثر عن نوع الهجاد ونوع الطاقة التي تخرج يعني هذا ويعتمد حتى نوع الحركة يعتمد على نوع التفوالق الموجودة يعني ما نرجع للدين كثيرا لأن المسائل العلمية قد يقول بس موجودة في الغروة الأرض ذات الصدع فالأرض بها صدوع كثيرة ونحن سان فرانسيسكو صدع كبير وهو محور الزلزار في الولايات المتحدة والسيربيكوالد الزلازل لا يمكن التنبؤ بها ما الذي دفع فرانك هوغر بيتس أن يكتب تغريدة قبل أقل من يومين على حدوث الكارثة عندي تعليق على هذا الموضوع الحقيقة الزلازل ما تتنبأ بها وإنما تقدر تستشعر المستقبل تستشرف المستقبل كيف؟ يعني أنا دائما أجيب أمثلة الطبيب من ياخذ أي فحص لتخطيط القلب ياخذ تخطيط القلب ويسأل المريض عدد أسئلة والمريض يقول له صاح شون هو يقرب بمخطط فيقول أنه يجب أن تحتاج عملية أو يجب كذا 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 أو يعني يسأل أهل يقول هذا منتهي فما يقول راح يموت وإنما ينطيل فترة يقول هذا قلب منتهي إحنا الجيولوجيين المحطات الرزيززالي تأشر والأرض في حركة إذا تشوفين أي من المراصد العالمية المقياس ما يوقف المقياس موجود ويأشر أهل الخبرة من يشوفون هذا المخطط يستشعرون أنه يكون في حركة غير اعتيادية لتوليد الطاقة في مناطق معينة نعم يخبرون ولهذا يقول لك الكوارث والدائرة للطوال فيبلغون الدوائر المعنية مثل تنبؤ بالجو يقولون نتوقع نتوقع والمنطقة طبعا هي إلى تاريخ زلزالي وفيها مشاريع وفيها جهود على الأرض نعم فيقول نحن نتوقع خلال فترة وهذه الفترة لا تحدد لا بالأيام ولا بالساعات خلال فترة أنه نتوقع يكون هزة أرضية أو زلزال في المنطقة ونتوقع قوتها بحجم الطاقة اللي هم متوقعي أهل هذا اللي ممكن أما أن نجي بالساعة والدقيقة فهي بها إن بها إن يعني أمر يتعلق بالتنجيم أم جنبه سياسية أنا إذا كان سياسية لا أود الخوض بها لا هي سياسية سياسية ولهذا ما نخوض بها نعم سيد رمضان خلينا نتحدث في ظل ما ذكرت وما يؤكد أغلب المختصين بأنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل مسبقا حدود ثواني لحد الآن أي لماذا يتم التهويل وتخويف حتى الناس من إمكانية حدوث هزات ارتدادية حتى الهزة الارتدادية المتعارف عليها بعد الزلزال أو بعد الهزة القوية بفترة قصيرة نعم نحن نعيش في حالة ذعر وترقب على مدى ثلاثة أيام بين الآن الناس تسمع من خلال وسائل التواصل وحتى وسائل الإعلام الرصينة بأن هناك هزات ارتدادية وقد تكون شديدة وتحذيرات من موجات سونال وقد استمرها السابع وأشهر نعم هذه المشكلة المواضيع اللي هي العواصف الرملية وهذه المسائل بها جنبة سياسية كلش كبيرة وأنا أشرد على العواصف ما حبيت أدخل بهذا الموضوع أنا حبيت أن يكون حديثنا علمي بحث حتى يكون المشاهد ولهذا أنا ما أريد أخوض حتى لأن المسألة أنه من تكون هو الأرض يستقر ويصير نوع من الهدوء لأن هي الكتلة الكبيرة اللي البليت العربي أو الصفيحة العربية من تتحرك هي نتيجة جهود توسع في البحر الأحمر وهذا يعني معلن يعني من زمان والبحر الأقمار الصناعية تأخذ بالمليمات وتقيس أنه هناك توسع وهذا التوسع هادئ ويشير أنه مرات يصير حركة على الصدع اللي هو يمتد من البحر الأحمر على وادي عربة والأردنية وعلى سوريا والمنطقة اللي صار بها الزلزال هي تقريبا منطقة تقاطع هذا الفالق أو هذا الصدع اللي يمتد من البحر الأحمر وشمال شرق غرب فالق الأناظر الرئيسية والفالق الأناظر الهمي بعدة فالق شرقي وفالق شمالي والفالق الرئيسي هذه الفوالق أو الصدوع هي اللي خلينا نقول المتكسرات العميقة والكبيرة في موجودة وين موجودة في على سطح الأرض وهذا تشكل الحدود للبليت أو الصفيحة التركية وعندنا صفحة الأوراسية اللي هي من جالب حاليا ناكو ضغط من الصفيحة الإيرانية والصفيحة العربية بدفع الكتلة التركية أو الصفيحة الأناظرية باتجاه الشمال الغرب شمال الغرب هذه بالمليمات نا بالمليمات وهذه ليش بالمليمات لأنها مسألة الطاقة موجودة بالأرض من تخرج الطاقة مثل إنسان عزب بعد ما يهدأ خلاص يصير إنسان عادي فالأرض يبدأ لحالة الطبيعية بعد ما تفريق هذه الطاقة هل فترة بالنسبة للأرض هي ليست فترة قصيرة وإنها فترة تأخذ أيام أو تأخذ أسبوع ويهدى الأرض أما أنه نقول ستستمر أشهر وأسابيع هم نرجع نقول بها دعنا سيد رمضان نذهب إلى هذا الفاصل وهو مجموعة من المشاهد مشاهدين التي رصدتها الكاميرات للكارثة والفاجعة التي وقعت في تركيا وسوريا جراء زلزال شرق المتوسط نتابع هذه اللقطات ثم نعود إذن أكثر من مئة ألف ضحية بين قتيل وجريح جراء زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا وعمليات الإنقاذ ما زالت متواصلة حتى اللحظة حالة من الذعر والخوف تعيشها البلدان المحاذية إلى تركيا سيما العراق نتساءل خلال هذه الساعة الحوارية عن مدى تأثير تحرك الأرض سيما نتحدث عن مليمترات قد يطال تأثيرها سواء كان موجات تسونامي أو حتى هزات ارتدادية إلى أي حد سيتأثر الداخل العراقي بهزات ارتدادية مستقبلية خلال ربما الساعات المقبلة لا قدر الله أو حتى في الأيام القليلة المقبلة وأيضا ما هي التدابير التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية للتعامل مع الكوارث الطبيعية والسؤال الأهم والذي يتقدم هذه الأسئلة هل العراق مهيئ إلى التعامل مع الكوارث الطبيعية من حيث البنى التحتية وتفاصيل أخرى أعود بها إلى سيد رمضان حمزة أستاذنا تحرك الأرض وهزات الارتدادية المصاحبة ستطال العراق بحسب التوقعات نعم تشكيلة جيولوجية بالمنطقة لا تعرف الحدود السياسية تعتمد على جيولوجيا المنطقة المنطقة مقسمة إلى بالنسبة للعراق جيولوجيا العراق مقارن منطقة يسمى منطقة الزحف التي هي الثراست وبعدين تأتي منطقة الفولدد التي هي المنطقة الملتوية أو الالتواية بعدين الشبول الالتواية بعدين منطقة الهضاب وتمتال إلى السهل الرسوبي نحن في شرق العراق لدينا منطقة تصادم منطقة تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية والإيرانية وديبال توروس إلى الشمال هي نقطة التقاء الصفيحة العربية العراق على الصفيحة العربية وعليه وعليه فهي جزء من هذا السيناريو يعني ستتكرر الحزات الارتدادية تأثيرها إذا ما تحدثنا عن البنى التحتية العراقية وأيضا طبيعة العراق بالتعامل مع الآزمات وما أفرزت تعقود من تعاملها نحن نعتبر في منطقة خارج منطقة النشاط الزلزالي نوصف هكذا من قبل الجيولوجيين المشكلة هذا المستلع قديم جدا يعني عندما رسمت من خلال نظرية البلد تكتونيك أو نظرية الصفاحة التكتونية أن الأحزمة الموجودة هي الأحزمة النارية للزلازل والبراكين وشلت على خرائط العالم نحن لا أزال بهذا الاسلوب التقليدي نحن بعيدين نحن لا نعرف حجم الحركة التي حدثت في العراق العراق كانت خمس ملايين لا أربعة العراق كانت بعيد لا لديك حركة بالعراق لا لديك استغراج نافض لا لديك جفاف أنهار لا لديك تجاوز كثير لا لديك حفر جاية للمياه الجوفية لا لدينا سدود تخزن مليارات مكعبة طبعا من نقول للمنطقة ككل فهذا النوع من التعامل حتى من قبل بعض الاقتصاصيين خطأ فضيع نحن بعيدين لا يوجد مأمن لكن نحن من نقول جزء من الجواب أن نحن بعيدين عن الخط الزلزالي هذا لا يكون سبب مقرع أنه ما يصبح لدينا هزات أرضية هذا اللي استنتجه أنه نحن بعيدين لا أنت مو بعيد عندك مشاريع وعندك فعاليات تأذي الطبيعة وغير مبرمجة من تكون مبرمجة من تكون مبرمجة الطبيعة تتفاعل الطبيعة يعني ما نرجع للآيات ونقول الرب العالمي يقول كل شيء خلقناه بقدر يعني توازن من نبدي نغير بالتواجد البيئي في أي محاورة سواء بالهواء أو بالتربة أو بالماء راح تكون كوارثة وبعض الكوارث كبيرة اللي هي مثل الزلزال اللي ليس للمات حمد عقبا الزميل علي المخرج يشير إلى جهوزية الصور التي كان بودنا أن نعرضها قبل قليل نساعد هذه الصور الصادمة في محاولة إجلاء ومساعدة من هم على قيد الحياة للخروج أو حتى من هم فارقوا الحياة تحت الأنقاض بالإضافة إلى استمرار الجهود الإغاثية وأيضا المساعدات التي تصل إلى تركيا وسوريا من قبل شخصيات سواء كانت سياسية أو حتى من قبل مؤثرين وفنانين وناشطين ممن تبرعوا للمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذ جراء الكارثة التي أخذت أو أخذ ضحاياها بتصاعد أعدادهم ترجمة نانسي قنقر من قبل سواء كانت شخصيات سياسية رفيعة المستوى على مستوى العالم العربي لإنقاذ الضحايا العالقين تحت الإنقاذ بالإضافة إلى مساهمات إنسانية يجب أن تذكر من قبل فنانين ومن قبل شخصيات ثقافية حاولت أن تكون لها بصمة من خلال مساعدة الضحايا وإجلاء العالقين سواء كانوا على قيد الحياة أو ممن فارق الحياة على الأقل أعود لأتساءل حول وضع العراق لا قدر الله في التعامل مع الكوارث الطبيعية هل العراق مؤهل للتعامل مع الكوارث الطبيعية إن حلت لا قدر الله ونحن نتحدث عن فساد بشكل مستمر من خلال برامجنا الحوارية ومن خلال نشراتنا الإخبارية المتواصلة ونحن نتحدث بشكل يومي عن سبوهات فساد تطال مشاريع سواء كان الطرق الجسور المباني السكنية المباني الحكومية أعود لأتساءل هنا كيف يمكن التعامل مع أزمة مشابهة إلى ما حدثت في تركيا لا نتمنى أن تحدث لكن بالتالي يجب أن نكون مستعدين لأي شيء هذه هي الحياة وهذه سنة الحياة ولا نعلم ما يحدث سيد رمضان هل أكرر السؤال هل العراق مهيئة للتعامل مع الأزمات حدثني عن البنى التحتية لم نتحدث عنها اليوم كيف هي البنايات البنى التحتية في العراق متهالكة دخلنا حربين وعقد من الحصار البناء لعمر السدود لعمر المشاة لعمر إلى الصيانة ومتابعة حالات الحرب التي فرضت عن العراق وظروف الصعبة التي كانت حدود 30 سنة البنى التحتية صار في مراحل في بعض مرافقها يرثل بعدين بعدين 2003 مع الأسف مثل ما تبضلتي مفاصل الفساد انتشرت وشملت مفاصل مهمة يعني يموت الفساد مرات من يكون موضعي ولجهة معينة ولفئة معينة ولمرحلة معينة قد إنسان يغضي النظر عندما تكون الفساد في مستقبلك ومستقبل أجيال يعني من يجي على البناء والعمران من يكون هناك عدم تطبيق لمواصفات والتندرات تباع لناس غير مؤهلين نعم غير مؤهلين يكون مقاول مؤهل مهندس مؤهل الموقع مؤهل تكون كل المسائل مفقودة أو بعضها مفقودة ولا يكون هناك متابعة حديثة ومراقبة فنتوقع لا سمح الله هذه الهزات هي مؤشر هي كارثة ونحن على شفة على شفة وعلى عتاب مرحلة أخرى من الحركات الأرضية لأن الحركات الأرضية حاليا بالتوسع الذي يصير في كوكب الأرض والتغييرات المناخية نحن مقبلين لازم نربط السماء بالأرض حركة النجوم والتغييرات المناخية لها الدولة هل التغيير المناخي تأثير مباشر على نشاط الحركات الزلزالية ولا جزء من العملية نذكر على زلزال تركيا جزء من عنده بعد فترتين من الجفاف جلت سنة مطيرة طبعا هاي المياه وين تدخل تدخل بالفراغات بداخل الأرض وديناما كيف الأرض من يستقر يساعد هي أصل الزلزال تكتوني أصل تكتوني حتى يكون واضحين ومقياسين أساسية نتعامل وياه مقياس ريختر نزبا العالم ريختر مقياس خطير نحن من نعرف لحد الآن بسهولة نقول 6 7 8 مقياس لغة ريتمي يعني إذا صارت هزة أرضية بمقدار 1 درجة على مقياس ريختر ووحدة صارت 2 10 مرات قوة أكبر من الواحد إذا صار 300 مرة طاقة المقياس 3 أكبر من واحد وهكذا فلهذا العشر جدا مهم من نقول 7 0.7 أو 8 الشدة كلش كبيرة وعدنا مقياس ميرك هالي هذا ميرك هالي يقيس إذا ما عندك أجهزة يقيس على نوع الحركة اللي صار حركة ثرية وقوع أشياء معلق هاي المقاييس الناس اللي علمنا الناس بالتوعية نقول لهم يعني سين عندك هاي حركة فأنت تخمن أنه شدة الموجة القوة الهزة هي بحدود خمسة خمسة ونوص أو ستة هذا هو المعيار وحاولت وحاولت إطلاق صفارات الإنذار من قبل الدفاع المدني ما هي الرسالة التي يمكن إيصالها إلى المواطن في التعامل مع هذه الأزمة هل الكارثة مثل الزلزال يعني تكون مفيدة إلها أن تكون هناك تحذير من خلال صفارات الإنذار هو أصلا ذكرنا في البداية ما كنت تنبه حتى يعني ما فائدة صفارة الإنذار هي خلي نقول نحن موجودين هي المسألة يعني ولا مو بمحلها يعني مو حريق مو يعني حالة أنه الإنذار الذي يصير أنه أنت تعرف شيء مؤكد هو الزلزال مو مؤكد ولهذا بس قد يكون يشعار للناس أنه من يتسمعون هاي تصوط تحذير آني يعني عندما تحدث الكارثة على الأقل يعني هذا الصوت هذا الصوت مني يا مواطن من تسمع يجي صوت أشعر أنه كارثة لا يعرف زلزال حريق تسنامي لا يعرف شنو بس هذا إشارة يعني أنا أفسر أنه إشارة للمواطن أنه هذا الإنذار ينطيق حالة أنه الوضع غير طبيعي كنت في بداية الحلقة أود أن أتساءل أو تساءلت لكن في سياق الحديث لم أصل إلى نتيجة الفرق ما بين الهزة والزلزال حتى نميز والمشاهد يميز أنه هذا زلزال وهي هزة شنو الهزة دائما بحدود أربعة أو إذا نفسرها باللغة العربية الهزة الأرضية هي التفسير للزلزال يعني منقول شنو الزلزال يعني هزة بالأرض اهتزاز أرضي يعني هو تفسير حقيقة الكلام اللي لسمى الهزة الأرضية يعني من قال شنو الزلزال اللي مي يعرف الزلزال فسر لأنه الأرض تهتس فصارت هزة الأرضية ودائما الهزة الأرضية تطلق على اللي تكون درجة أقل من أربعة نقول صارت هزة خفيفة هزة خفيفة هزة متوسطة وإنما من يتعدى الخمسة فهو زلزال وزلزال دائما هو مدمر سواء للأرض غير السكنية أو للسكن والعمران بعيدا سيد رمضان بعيدا عن الهزات الارتدادية المحتملة موجات التسونامي التي يحذر منها العلماء والخبراء وهناك فرق كبير مشاهدين ما بين العملاء والعلماء ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذه الكارثة على مستوى ربطت حضرتك ما بين التغير المناخي وتأثير ليحدث زلزال بآخر المطار حدث الزلزال ما الذي سيحدث بالجانب الآخر عكسا الجانب الآخر هي يسمها تعلم دروس من التاريخ اليابان استفادت من تسونامي أمريكا استفادت من قنبلة هيروشيما الدول تستفاد من تجارب سواء كانت جيدة أو سيئة ناجحة أو فاشلة نحن في مجتمع شرق أوسط نحن ما متعودين نستفاد من التجربة ونحن بتعاملنا آنيين عندما يقع الفاس بالرأس نشعر به ما هي النتائج التي سترافق هذه الكارثة على مستوى البيئة جيولوجيا المياه الأمور التي لها علاقة بتخصص حضرتك يعني بعد الحروب عادة وبعد أي كارثة سواء تدخل بها البشر هناك الكثير من التداعيات الاقتصادية والأمنية وحتى على الجانب الصحي حدثني بعد كارثة مثل زلزال شرق المتوسط ماذا سيحدث هل ما قبل الزلزال مثل ما بعد الزلزال لا لا أبدا أبدا يكون تغيير بالعرفة السياسي يجب أن يكون هناك تغيير العرفة الاقتصادي الاجتماعي البيئة مفاصل البيئة الموجودة المنشعات التي تبنى كلها ستغير يعني سواء سواء رضغ الإنسان أو لا هذه الظروف التي استجدت الإنسان سيرضخ لما صار ولازم يغير بحيث يعني يكون يتوائم ويتلائم مع المستجرات الجيدة والإنسان يشعر أنه بعد هذه الكوارث واردة ومحتملة ويجب أن يتهيل والدولة يجب أن تكون البنى التحتية يعني من يكون مدأنابب غاز مدأنابب نفض مياه مشاريع سايلوات أي مشروع أنا دائما أقول مشروع بيت عمارة أربع طوابق يجب الدوائر البلدية أن تأخذ هذا بنظر الاعتبار ما يقول بيئة صغيرة لا من أربع طوابق هنا فوق فكيف بالشوارع وكيف بالمشاريع الاستراتيجية السيد رمضان حمزة الخبير في جيولوجيا والمياه شكرا جزيلا لحضورك هنا داخل الستوديو أهلا وسهلا مرحبا وبالتأكيد مشاهدين أسكر موصول لكم على كرم المتابعة نجدد الرحمة لضحايا زلزال تركيا وسوريا ونأمل بالشفاء العاجل للجرح الذين سواء كانوا خرجوا من تحت الأنقاض أو ما زالوا عالقين حتى اللحظة نأمل بأن تكون المساعي حثيث لإخراج ما يمكن إخراجه من تحت الأنقاض نلقاكم على خير وسلام ومأمن من الكوارث الطبيعية والكوارث البشرية والكوارث السياسية أيضا إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر